السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو النهاردة مهم بشكل فضيع في صراحة واحتمال ان اليوتيوب يأسفهم كل الناس بتشتكي ان الفيديو بتاعها محدش بيشوفه بنزل فيديو اتنين وثلاثة واربعة وعشرة محدش بيشوفهم هقول لكم الحل بكل بساطة انت كل واحد من لنا عنده حسابات على الجميل واحد او اتنين او ثلاثة او عشرة صح؟ طيب هوريكم حساب حساب مثلا عندي ووريكم اليوتيوب بيكترح علي ايه وهفهمكم الفايدة في كده علشان تخلوا الفيديوهات بتاعتكم تعمل كأنها فيروس ينتشر في وسط اليوتيوب كله واحدة واحدة معي ويريد تفهموني اول حاجة ده حساب مثلا واخد حرف ايه تمام الحساب ده والا اول ما فاتحته اول ما فاتحت صفحة اليوتيوب على طول شوفوا هنا جايب لي لمة العلاء للشرحات اللي هي قناتي وجايب لي اكل بشوات الاتنين دول تبعي الاتنين دول تبعي خلاص طيب يبقى دول بيكترحهم علي ايه علي انا عشان انا مشترك فيهم ومشترك في واحدة في دي ومش مشترك في دي فبالتالي اليوتيوب بيحطي لي اهتماماتي في الاول لانه زيه زي محرك بحث لو حاجة بحثت عنها في اليوتيوب او في الفيسبوك بيسلموا بعض وبيعرفوا اتجاهاتك ايه وبيحطولك الحاجة اللي انت عاوزها قدامك اتفقنا كده يبقى ده حساب باسم ايه باسم احمد اعطيني ايه للمة العيلة وعطيني اكل بشوات تعالوا نروح حساب تاني حساب تاني اسم ار او ريم الحساب يعطيني ايه اعطيني زي ما انتوا شايفين اكل بشوات لاني مشترك علي وعطيني قناة الست فاطمة الامازيغية لان انا مشترك عندها حلو برضو ما فهمناش حاجة ركزوا معي عاوزكم كل الحسابات اللي عندكم تبتدوا تطبعوها بطبع القناة بتاعتكم ازاي انا مسلا قناتي لمة العيلة للشرحات ملتفكين عليها عندي قناة تاني اللي هي اكل بشوات انا بعمل ايه انا بروح لاكل بشوات مسلا وبشاهد فيديو وبعد ما بشاهد الفيديو لو تلاحزوا ان هو هيجيب لي فيديوهات مقترحة هنا خلاص الفيديو برضو لاكل بشوات والفيديو بتاني اكل بشوات وبعد كده بيبتدي يجيب لي فيديوهات تاني خلاص يبقى زي ما قلنا هيبتدي يجيب لي فيديوهات القناة دي لان انا مشترك فيها وبعد كده يبتدي يجيب لي قنوات تاني بحيث ان هو يحاول يقعدني اقدام اليوتيوب اكتر فترة ممكنة عشان يبتدي هو احط اعلانات هعمله دلوقتي. انا هروح مسلا هنا. عندي الحساب ده. واختر له دي جسد اللي هو ايه? اضيف. اوريه لكم تاني. من هنا. وبنزل تحت خلص دي حسابات موجودة كلها. انا بروح عند الجسد ده. ان هو شخص مش ما عندوش حساب. شخص ما عندوش حساب. وابتدي اكتب له هنا اليوتيوب. اول ما بنبتدي نكتب هنا اليوتيوب. بنفتح صفحة اليوتيوب. بكده احنا المفروض ان احنا اليوتيوب ميعرفش احنا مين. احنا اه 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 طيب تعالوا هنا فقة في البداية دي كده مثلا اهو صفحة البداية عشان اوليكم شوفوا هو مش جايب لأي حاجة هنا لاكلalandعم لما 오늘 العيلة مش مكترح علي اي حاجة خالص. ركزوا معي. لكن اول ما هبتدي اقول له انا بدور مسلا على صفحة اكل بشوات. خلاص بتطلع ليه? اهي القناة قدامكم انا مش مشترك فيها يعني هو مش عارف ان انا اهتماماتي فيها ولا لا. لما بتدخل القناة. ونخش على الفيديوهات بتاعتها. ونبتدي نشغل مسلا اول واحد. بيبتدي هو يعرض لي فيديوهات من القناة نفسها. وبعد كده. لحظوا معي بقى اللي هيتم دلوقتي هو بدأ يحطي لي فيديوهات للقناة. خلاص اهو ادي واحد اتنين تلاتة اربع. اربع فيديوهات من خمسة والسادس برضو طبع القناة والسابع والثامن. وبعد كده بيبتدي يجيب لي ركوماند فريو. يعني هو شايف ان ده كويس ليك. هو شايف ان ده كويس ليك. نكمل مع بعض تاني. برضو واحد تاني اهو. اكسسورات المطبخ يعني اهتمامات القناة دي اللي هي اسمها انام النسائية اهتماماتها او اللي بيشاهدوها زي اللي بيشاهدوا اكل بشوات. يبقى دي كده ايه? اللي اتنين مرتبطين بعض ان هما تقريبا نفس الجمهور اللي بيشاهد دي او اللي بيشاهد اكل بشوات بيشاهد دي. نكملوا معي تاني كده. هتلاقوا كتير قوي على النظام ده اللي هو ريكماندو فريو. ادي واحدة كمان اهي. ادخل واحدة منهم خلاص من ريكماندو فريو دي. وبعد كده هتلاقي برضو بدأ يسحبك لحاجات تكون انت مهتم بيها او تكون ضمن نطاق اهتماماتك. طيب احنا استفدنا ايه? هقول لكم الفكرة بالزبط. الفكرة كالتالي. هنرجع تاني القناة ده. القناة اهي اول ما بدخل عليها بيجيب لي الفيديوهات بتاعتها. الفكرة ان انت عندك العشر حسابات حاول ان انت تطبع كل حساب فيهم بالقناة بتاعتك. ازاي? يعني مسلا بخلي قناة اكلبة شوات اتفرج عليها. وبعد كده مسلا اشوف فيديو ازاي ده واخد تلاتة مليون وشوي. فبخلص الفيديو اللي في قناتي اللي انا عاوزه اللي هو مش قائحة اللي هي المفروض ان انا آآ عاوزها تجبر عاوزها تشتهر. بكمله للاخر تمام? واما يجيني اعلان زي كده? بقفله لان انا مشاهدة عادي. ولو جان اعلان قبل للتخطي بتخطى لان انا مشاهدة عادي. محدش يقول لي النقرة الصحيحة ومش الصحيحة. هي دي الصحيحة. النقرة الصحيح بالزبط ايه? ان انا مسلا اهتماماتي في احزان نسائي. فاول ما يجي اعلان احزان نسائية على طول. عجبني المنزر الاعلان بروح داخل واشوفه وممكن اسجل وممكن اشترك. تمام? هي دي مش عمال على بطال افضل كل شوية ادخل اعلان واخش الموقع بتاعه وتقول لي نقرأ صحيحة. لا كده مش صحيحة. الصحيحة اللي هي اهتماماتك اللي انت بتدور فيها دايما على جوجل. بالحساب بتاعك مسلا حساب زي ده. خلاص الحساب ده مسلا اللي هو 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 اهتماماته مسلا كورة ومطشات وكده. فما يجي لكش حاجة مسلا نوان وسحون وتقول لي هدخل عليه. لا انا كده مشاهد عادي بعمل تخطي الاعلان وبشاهد عادي الفيلم وبكمل. لحد ما اتخلص الاخر خالص. تمام? نرجع تاني اللي هو الشخص اللي مش مالوش وجود اصلا هو ما فيش تسجير ولا ولا الجوجل اصلا يعرف اهتماماته. بعد ما الفيديو ده بيخلص لحد الاخر. ما بجريش بقى. خلاص هنفترض ان هو هو الفيديو وصل هنا. اه فانا مسلا ايه اهو ما فيش الاعجاب ولا اقدر اعمل اعجاب ولا سبسكرايب. اروح داخل ده وركزوا معي ان ده واخد تقريبا اربعة مليون. فلا لما ادخل الفيديو ده. اليوتيوب هيقتنع ان اللي بيتفرج على اكل بشوات خلاص اهتماماته بتوصل لاهتمامات القنوات الكبيرة. معناها ايه? معناها ان اللي هيتفرج على القنوات الكبيرة هيجيله معاها فيديوهات لقناة اكل بشوات. تفاهمين? يعني احنا بنتبع القنوات الكبيرة بقناتنا. بمعنى ان اللي يتفرج على القنوات الكبيرة زي ما اكل بشوات وصلوا للقنوات الكبيرة اللي عليها ملايين. هنخلي القنوات اللي عليها ملايين هي كمان جبلنا مشاهدين. بحيس ان احنا نطلع فين? نطلع في المقترحات. خلاص الفيديو ده مسلا احنا هنتفرج فيه مسلا على دقيقة او دقيقتين. لا ما عجبنيش. طب نطلع كده تاني اليوتيوب نفسه. اليوتيوب نفسه. تمام? وبدأ هو يقترح علي خلاص. اتعرف ان هو الفيديوهات كلها تبقى اكل. تبقى اكل. لان هو شايف ان دي ايه? تماماتك اللي انت هتبتدي تسحبك. فانا هتفرج له على واحد او اتنين من هما الكبار. وفي الوسطة اتفرج على ايه? على فيديو يكون تابع للقناة اللي انا عاوز اشارعها. بالشكل ده انت بتبتدي تخلي اليوتيوب يعترف بالقناة ان اخو اشوفه يعني في قصة الفيديوهات دي كلها بدأ يجيب لي فيديو تاني اهو من اكل بشوات. يعني احنا كل اللي عملناها بصو احنا رجعنا للصفحة الاسية من هنا. وجاء فيديوهات مشاهداتها عالية خمسة مليون وتلاتة مليون وتلاتة مليون وتلاتة مليون وتلاتة مليون ولما بدأنا نتصفح بدأ يحطنا في وسط القنوات الكبير اهو. مع ان الفيديو ده لسه واخد تمنتاشر مشاهدة يا جماعة تمنتاشر مشاهدة الفيديو حطهم لك واسطناس يواخد اربعة تلاف وتمنمية واحد وتسعين واثنين مليون وتلاتة مليون والفات. والفيديو اخد تمنتاشر مشاهدة هو حطه لك هنا. ليه? لانه شاف ان هو ده اللي هيبتدي اعادك عنده وهو ده اللي هيبتدي يخليك تستمر في المشاهدة. فانت لما تدخل عليه. تمام؟ وروح للمقترحات اللي في الجنب دي هتلاقي انه جاب لك منها واحد واثنين تاني ورجعك تاني القناة الاكيل او صبح كابر. معناها ايه? معناها ان هو عاوز اعادك اكتر فترة ممكنة. نعمل ايه? نتفرج على الفيديو اللي هو اقترحه معنا للاخر. ولما يجلنا اعلان نقفله لان انت مشاهد عادي. نتفرج على الفيديو بتاعك طبعا من حساب ورحساب القناة. خمس دقايق اتفرج عليه وتعالى مسلا عند الجزء اللي هو اللي هيقولها لكم بعدين. تعالى عند قبل الاخر شوية او او الاخر وخلص. واتفرج تاني لا مش هتفرج تاني. خش على واحد من الكبار. خش على فيديوهات الكبيرة. بعد ما تدخل على الفيديوهات الكبيرة هيبتدي هو يقترح لك. بعد كده احنا بنستفد ايه? زي ما قلت لكم? ان كل ما نتفرج على الفيديو بتاعنا ونتفرج على القنوات الكبيرة دقيقة او دقيقتين وفيديو انا يكمل للاخر اليوتيوب بيقتنع ان انت الفيديو بتاعك على الرغم ان انت مشاهداتك قليلة. الا انه مفيد اكتر من اللي واخد مشاهدات كبيرة. دي نمرة واحد. بعد كده الفيديو ده اللي انت شفته هيبتدي اليوتيوب يقترحه على الناس والناس تبتدي تتفرج عليه. وهيبتدي ابعت للمشتركين او غير المشتركين اللي شاهدوا الفيلم تقييم ما تقييمك لهذا الفيديو. واتديله من نجمة لخمسة. فنصيح على الواجه الله اي حد في كم اليوتيوب يقترح عليه فيديو ويقول له هتديله كم نجمة? وبيكون عن طريق اي حد انت تبدلت معي او شفته مش هتخسر حاجة لما تدينه اربعة او خمس نجوم هو مش مش معضلة يعني مش هيخسرك حاجة. لكن اللي يضيع القطة دي حاجة واحدة ان انت تكون حاطة الصورة المصاغرة غير ملفتة للانتباه يعني بصوا هنا انا حاطت مسلا ايه الصورة دي والصورة دي. هو الصورتين دول اللي هي دي ودي لازم يكونوا الفتيل للانتباه علشان لما اليوتيوب يقترح على حد جديد ايه وبرفع عليكم العين تجري وتضغط على هنا على طول ويجيله تشغيل. احنا كان جيلنا من اكل بشاوات اتنين شوفوا بقى واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة اكتراحات للقناة دي وبعد كده جاب لك مين برضو الاكيل. ليه? لان انا بدأت اشبع اليوتيوب او اشبع جوجل وفهمه ان انا المشاهد اللي هو الجاس تدون اللي نزل يتفرج وماشي ومش مسجل دخول اهتماماته مندرجة على القناة دي بشكل كبير. والقناة بتاعت مسلا سيبي صفر او برنامج الاكيل. اتمنى اللي فهم اه يعمل اعجاب للفيديو ويشترك في قناتي وان شاء الله بنزلكم. بنزلكم فيديوهات تشرح اكتر ازاي تخلي الفيديو بتاعك ينتشر كالفيروس وسط فيديوهات اليوتيوب. وما تنسوش الاشتراك والاعجاب. واتمنى من الله ان كلكم تحققوا اكبر نجاح. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.